اختر أي من العلاقات التالية يمكن وصفها بالمعادلة صاد يساوي 7 على 8 سي بمعنى لديك علاقات أو أربع مسائل أي من هذه المسائل أستطيع أن أمثلها أو أكتبها على صورة هذه المعادلة صاد يساوي 7 على 8 سي فقرة ألف باقة مكونة من ثمانية أزهار تكلف 7 ريالات بينما باقة مكونة من 12 زهار تكلف 11 ريال هذه المعادلة تصف العلاقة بين عدد الأزهار وسعرها أستطيع أن أمثلها بهذا الجدول عدد الأزهار سين سعرها صاد لدينا ثمانية أزهار سعرها 7 ريالات وأيضا لدينا باقة مكونة من 12 زهرة تكلف 11 ريال لنقوم بالتعويض في المعادلة هل هذا الكلام صحيح أو هل تعطيني تعبير هذه المعادلة عن هذه الأسعار أم لا إذن سأكتب المعادلة وأعوض فيها بدلا على هذه الأزهار هل تعطي نفس السعر أم تختلف بمعنى هل يمكنني كتابة هذه العبارة أو هذه العلاقة على شكل هذه المعادلة أم لا اختصارا المعادلة عندي 7 على 8 سي طبعا صاد اللي هو السعر عندي ثمانية أزهار نقوم بالتعويض 7 على 8 ضرب ثمانية أزهار اختصر استطيع أن اختصر الثمانية مع الثمانية وهذا يساوي 7 ريالات إذن ثمانية أزهار ب7 ريالات الأولى تحققت لننظر إلى الثانية بنفس الطريقة أعوض في المعادلة 7 على 8 ضرب عدد الأزهار عندي 12 زهرة اختصر استطيع أن اختصر على الأربعة 12 على الأربعة فيها ثلاثة ثمانية الأربعة فيها ثنين إذن هذا يساوي 7 ضرب ثلاثة على ثنين وهذا يساوي 21 على ثنين ليساوي عشرة ونصف إذن عند التعويض في المعادلة وجدت أن السعر 10 مص بينما هو معطيني السعر 11 أنت تعويض في المعادلة طلع 10 مص بينما السعر في السؤال 11 ريال إذن هل يمكنني القول بأن هذه المعادلة تصف هذه العبارة أو هذه العلاقة بين عدد الأزهار وسعرها لا لا تصفها لماذا؟ لأن اختلف عندي السعر 12 زهرة أو باقة مكونة من 12 زهرة بـ 11 ريال في السؤال بينما عندما عوضت في هذه المعادلة طلع سعر 10 مص إذن لا يمكنني اعتبار أن هذه المعادلة تصف هذه العلاقة بين عدد الأزهار وسعرها إذن لا يمكنني أخذ ألف لا يمكن وصفها بهذه المعادلة ننتقل الآن للباب يوجد خصم مقدار 12.5% على كل صنف في محل الخضار والفواكه المعادلة تصف العلاقة بين أسعار الأصناف قبل الخصم ومقدار الخصم إذن في عندي علاقة قبل الخصم ومقدار الخصم كم صار الخصم لنفرض أن أولا لنقوم بتحويل النسبة المئوية إلى كسر لأن المعادلة التي فيها كسر فأقوم بتحويل النسبة المئوية 12.5% إلى كسر فيمكنني كتابة 12.5% تساوي 12.5% على 100 أقوم بتحرك الفاصلة إلى اليسار فيصبح لدي 125.000 125.000 أقدر أكتبها 125.000 على ألف أقوم بتبسيط هذه الكسر نقسم البسط والمقام على 125 وهو القاسم المشترك الأكبر بينهم وهنا 125 يساوي 125 إلى 125 واحد على ألف تقسيم 125 ثمانية إذن كتبت النسبة المئوية على شكل كسر إذن استطيع أن أكتب النسبة المئوية واحد على كم على ثمانية كتبت على كسر لأن المعادلة أصلا عندي كسر طيب الحين أبدأ حسب مقدار الخصم أو السعر بعد الخصم إذن صاد تساوي السعر الأصلي اللي هو سين ناقص السعر بعد الخصم السعر بعد الخصم واحد على ثمانية سين طيب هذه معاملها واحد المتغيل إذن يوجد له معامل معامله واحد تعال نحسب واحد سين ناقص ثمن سين طريقتها رأح سب عليك هنا واحد ناقص واحد على ثمانية حتى أطرح هذه الواحد أقدر أكتبها ثمانية على ثمانية أو بطريقة أخرى وحد المقامات فعندما تواحد المقامات هذه مقامها واحد ثمانية البسط المقام في ثمانية إذن ثمانية على ثمانية ناقص واحد على ثمانية وهذا يساوي المقامات موحدة أطرح البسطين ثمانية ناقص واحد سبعة على ثمانية إذن هذا سطع نكتبه وهذا يساوي سبعة على ثمانية سين أعطت نفس المعادلة ومنفس المعادلة لاحظ صاد يساوي سبعة على ثمانية سين صاد يساوي سبعة لثمانية سين إذن بإمكاني تمثيل هذه العلاقة بالمعادلة إذن تعطيني هذه العلاقة تمثيل ننتقل الآن إلى جيم تكلف ثمان تذاكر ألعاب للأطفال سبع ريالات وكل تذكرة إضافية تكلف ريال واحد المعادلة تصف العلاقة بين عدد تذاكر سين وسعرها صد سأبدأ بحل جيم في هذا المكان هذه فقرة جيم حدد التذاكر سين السعر صاد فإذا كان لدي ثمان تذاكر فإن سعرها سبع ريالات وهنا أيضا يقول عند إضافة تذكرة جديدة تكلفة تذكرة الجديدة الواحدة ريال واحد بالإضافة للسعر السابق فإذا كان لدي تسع تذاكر فإن سأقوم بدفع ثمانية ريالات لنقوم بالتعويض في المعادلة عندي المعادلة السبعة على ثمانية سين سبعة على ثمانية ضرب عدد تذاكر ثمانية اختصر الثمانية اختصر مع الثمانية وهذا يساوي سبعة لاحظ نفس الناتج في السؤال هو نفس الناتج عندما أعوض في المعادلة الآن لما يكون عندي تسع تذاكر بنفس المعادلة سبعة على ثمانية ضرب تسعة هذه مقامها واحد لا أستطيع أن أختصر التسعة من السبعة ما تختصر وهذا يساوي سبعة في تسعة بثلاثة وستين ثمانية في واحد بثمانية طيب هذه ماذا تساوي؟ ثلاثة وستين على ثمانية كم تساوي؟ تساوي تقريباً 7 و 8 من 10 أو 9 من 10 7 و 8 من 10 تقريباً إذن هذا تساوي 7 و 8 من 10 لم تساوي 8 بالضبط لأن لو كانت 64 على 8 8 لكنني 63 أقل فإن الناتج رح يكون أقل من 8 إذن هذا لا يمكن وصفها بهذه المعادلة لأن في السؤال 8 تذاكر ب7 ريال وكلما زادت تذكرة زادت ريال 1 فأخذ 9 تذاكر ب8 ريال ولكن عندما التعويض في المعادلة أصبح الناتج أقل من 8 إذن هذه المعلاقة لا يمكن وصفها بهذه المعادلة إذن هذه أيضاً لا يمكن وصفها بالمعادلة فقرى الدال التمثيل البياني التالي هذا التمثيل يمكن وصفه بالمعادلة أعلى بمعنى أنني أستطيع أن أمثل هذه المعادلة بهذا التمثيل أو هذا التمثيل هو المعادلة هذه هل هذا الكلام صحيح أم لا لنرى ذلك لنقوم بالتعويض في المعادلة المعادلة صاد يساوي 7 على 8 سي سأخذ قيمة تقع على محور السنات هذا هو محور السنات وهذا محور الصادات لنأخذ قيمة تقع على محور السنات ثم نعوض بها في هذه المعادلة لنأخذ القيمة ثمانية 1 2 3 4 5 6 7 8 هذه القيمة ثمانية لنقوم بالتعويض مكان السيم في هذه المعادلة ستصبح صاد يساوي 7 على 8 ضرب القيمة التي أخذناها الثمانية على محور السنات اختصارا 8 مع 8 إذن استطيع القول النصاد تساوي 7 هل هذا الكلام صحيح أم لا لننظر عندي نقطة ثمانية أو القيمة ثمانية هل تقابلها سبعة بالفعل على محور الصادات 1 2 3 4 5 6 7 هل هذا هو سبعة نعم 1 2 3 4 5 6 7 هذا يمثل سبعة إذن فعلا الثمانية تقابلها 7 على محور الصادات لنأخذ قيمة أخرى وليتكن أربعة على محور السنات القيمة 1 2 3 4 لنأخذ القيمة 4 ولنعوف المعادلة ونرى هل هي تحقق المعادلة أم لا صاد يساوي سبعة على ثمانية سين التعويض مكان السين بالأربعة ضرب أربعة اختصارا الأربعة مع الثمانية يبقى لدي صاد يساوي سبعة على ثنين ويساوي ثلاثة ونص هل فعلا الصاد يساوي ثلاثة ونص تعالنا نرى هذه الأربعة ماذا يقابلها على الصادات واحد ثنين ثلاثة ونصف فعلا يقابلها ثلاثة ونصف الثلاثة والأربعة هي ثلاثة ونصف لنأخذ نقطة أخيرة وهو نتأكد نقطة الأصل صفر نجد أن هذا الخط المستقيم وإذا خطية أو معادلة خطية مر في نقطة الأصل له صفر وصفر هل إذا كانت السين بصفر ستصبح الصاد بصفر نعم عوض المعادلة السين بصفر صفر في أي عدد بصفر إذن صفر على السينات يقابلها صفر على الصادات إذن صفر محور السينات يقابل صفر في محور الصادات إذن استطيع القول أن هذه العلاقة أو هذا التمثيل يصف هذه المعادلة أو أن هذا المعادلة يمكن تمثيلها بهذا الشكل وشكرا اشتركوا في القناة